اشتركوا في القناة بطريقة وحشية بعد ان تلقى الزوج شكوكا حول خيانة زوجته لها مما دفعه للقيام بارتكاب الجريمة وقام الزوج بتوجيه ضربات القاتل لزوجته في العنق قبل ان يسليم نفسه لعناصر الدركة الملكية وتم وضع الجاني تحت الحراسة النظرية لدرك اتباه بناء على امر من النياب العام للتحقيق معها ومن المتوقع ان يتم عرضه على محكمة السينافية في اغادير هذا وقد تم نقل جوتة الضحية الى المستشفى الاقليمية في بيوكرا لازراء التشريح الطبي